بيعلمنا الكتاب المقدس أن نقابل الإساءة بالإحسان وأن نسامح من أخطأ إلينا مثل أحب أعداءكم بارك لعنيكم من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضا ولكن البعض بفكر إن هذا ضعف ويتماد في ذلك إن لم نتصد له ونأخذ الموضوع بحزم وشدة فبيقول لي صاحب السؤال إيه رأي قدسك أنا كنت توجهت بالسؤال ده مع واحد من إخواتنا المحبين المسلمين وقال لي كلمة حب أعداءكم من لطمك على خدك الأيمن فبيقول لي بمنطقة صراحة إن هذا الكلام معناها إهانة لكرامة الإنسان فأنا رديت عليه وقلت له طبعا إيز أقول لك على حاجة قال لي آه قلت له أنت ماشي في الشارع دوست على دي الكلب أقطع حتة أد كده من رجلك مين اللي خد حقه أكتر أنت ولا الكلب أنت يا دوب دست على ديله هو خد أرم حتة كبيرة منك ومع ذلك كلب لا ليه كرامة ولا حاجة اللي بيغلط فيك ده أخطأ وإنت لما تخدم وتاخد حقك الغضب برضو إيه خطأ والخطأ ما يتعالجش بيه بالخطأ الخطأ يتعالج بالصح الخطأ يتعالج بالصح الفكرة اللي بيقولها صاحب هذا السؤال بيفتكر بحسب الفكر البشري لو أنت عايز تعيش أرضي أي وعين بعين وسن بسن وخليك في الأرض لأن الأرض لكل فعل رد فعل مساوي ليها في المقدار عشان كده أنت عايز تعيش في الأرض عيش بالفكر الأرض بس إحنا مش للأرض إحنا للسماء وإذا كنا للسماء فنتعلم من هنا طبيعة السماء نتعلم من هنا طبيعة السماء وطبيعة السماء هتقول لي ما شفتهاش أقولك شفتها من تحت ربنا بيشرق شمسه على الأشرار والأبرار وبينزل مطره على الصالحين والطالحين بينزل مطره على الصالحين والطالحين فإذا كنت عايز تعيش بالفكر الأرضي وبالكرامة الأرضية يبقى أنت تعيش بهذا الفكر عين بعين وسن بسن يعني اللي يخلع لك عينك اخلع له عينك واللي يخلع لك سنتك اخلع له سنتك طبعا كل اللي قدامي خلعوا سنانهم لكن مش كل اللي قدامي ايه؟ خلعوا عينيهم يعني الغالي بالغالي والرخيص بالرخيص ده الفكر الأرضي الفكر السماوي لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير